استجواب حق دستوري وقانوني للبرلمان في إطار دور الرقابي ولا أحد يستطيع أن يشكل أو يمنع هذه الاستجوابات ولكن هذه الهبة لهذه الاستجوابات الآن لحد الآن نص الكابين الوزاري راح نستجوبهم ثم هناك شيء مهم وأساسي أي واحد تسئلة من النواب أو من المراقبين يقول أي وزير يدخل إلى البرلمان سوف لن يخرج إلا وقد سحبت الثقة عنه فإذا هناك رأي مسبق وحكم مسبق طيب انتظر الوزير لعله إجابته مفيدة مقنعة إذا كانت هناك حكام مسبقة في صحب الثقة ومن البداية نروح نصحب الثقة من الوزير ليش نبهد له ونجيبه سين وجيم هذا الكلام دقيق إن أي وزير سيأتي سيحترق من قال سيحترق أعتقد أن الاستجواب عندما يأخذ طابع سياسي الناس ستفرز وستعرف في الإجمال نحن لا يمكن لنا إلا أن نطلب الوثائق والأدلة والأرقام التي تؤكد أن الاستجواب تسير بمهنية وإلا القضية ما كن بالعالم كله بالكون كله بأنه نص الحقيبة الوزارية يتم استجوابه